أنذر الأسطول الروسي بإقليم القرم القوات الأوكرانية بالإسسلام بحلول فجر الثلاثة في وقت رفضت فيه روسيا تهديد واشنطن بفرض عقوبات عليها وواصلت تعزيزات قواتها بالإقليم الذي خرج عن سيطرة كييف وفيما تواصلت الضغوط الغربية على موسكو لسحب قواتها من القرم حثت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية فيكتوريا نولاند روسيا على تأييد إرسال بعثة من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إلى أوكرانيا للمساعدة في نزع فتيلة الوضع العسكري المتوتر هناك أبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليومين الأخيرين إصرارا واضحا على الدفاع عن المصالح الروسية في الجارة أوكرانيا ويبدو أن الصلاحيات التي منح له مجلس الدوم الروسي بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا جعلته في موقف يمكنه من إرسال الرسالة والرسالة إلى الولايات المتحدة والغرب أنه غير مستعد لتقديم تنازلات تذكر في الأزمة الأوكرانية يمكن أن تقلص النفوذ الروسي هناك والسؤال الكبير هو إلى أي مدى سيذهب بوتين يرى العديد من المحلليين أن الغرب ليس لديه أدوات ضغط تذكر على موسكو فهو غير مستعد لخوض حرب بسبب شب جزيرة نائية في البحر الأسود لها أهمية رمزية واستراتيجية لروسيا لأنها تضم قاعدة بحرية روسية ويضيف هؤلاء المحللين أن بوتين حقق مكاسب شعبية كبيرة منذ اندلاع الأزمة إذ ارتفعت معدلات شعبيات هذا الشهر إلى نحو 70% في آخر استطلاع للرأي وتقول كل من روسيا والغرب أنهما يريدان حل سلميا للأزمة الأوكرانية لكنهما يقفان على طرفين نقيد في موقفهما تجاه تحديد الحاكم الشرعي لأوكرانيا ففي حين ترى القوى الغربية أنه الحكومة المؤقتة التي عينها البرلمان تقول روسيا أن البلاد وقعت في قبدة حكومة غير شرعية يقودها يمنيون متطرفون وأن هذه الحكومة أتت بعد انقلاب برلماني عزل الرئيس فيكتوريا نوكوفيتش بطريقة غير شرعية ويؤكد خبراء روس أن بوتين على استعداد لخوض الحرب في الصراع على أوكرانيا على غرار تجربة في جورجيا عام 2008 خاصة أن أوكرانيا تتمتع بأهمية أكبر بكثير ويبدو تساؤل منطقيا بشأن العقوبات التي يمكن أن يفردها الغرب على روسيا على غرار تلك التي فردت على إيران والراجح أن روسيا لها علاقات اقتصادية وثيقة ومتشعبة مع شركاء الغربيين خاصة في أوروبا فأوروبا تعتمد على الغاز الروسي ولذلك فهي في موقف ضعيف وتبقى الأمال معقودة على الأمم المتحدة وأمينها العام بن كيمون الذي أكد أنه سيطلب من وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن تمتنع روسيا عن أي تصرفات أو تصريحات يمكن أن تزيد من تصعيد الموقف في أوكرانيا وأن تسعى إلى الحوار مع السلطات الأوكرانية في كييف ترجمة نانسي قنونة